اغفر 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 هل تريد أن تتمتع بالفرح والسعادة؟ اغفر هل تريد أن تختبر الحرية الكاملة؟ اغفر هل تريد أن تختبر الشفاء الإلهي من راحة البال والسلام الداخل العميق وضمير طاهر من أي شكاية العدو؟ اغفر فالسؤال لماذا أغفر؟ أولا اغفر اغفر لأن الله غفر خطيانا مكتوب من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية مراثه لا يحفظ إلى الأبد غضبه فإنه يسر بالرأفة يعود يرحمنا يدوس آثامنا وتطرح في أعماق البحر جميع خطياهم أنا أنا هو الماح ذنوبك لأجل نفسي وخطياك لا أذكرها قد محوتك غي من ذنوبك وكسحابة خطياك ارجع إلي لأني فديتك لأن الرب رحيم ورؤوف طويل الروح وكثير الرحمة لا يحاكم إلى الدهر ولا يحقد إلى الدهر لم يصنع معنا حسب خطيانا ولم يجازنا حسب آثامنا لأنه مثل ارتفاعات ارتفاع السماوات فوق الأرض قوية رحمته على خائفي كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا مع صينا هذا الغفران من خلال كفارة المسيح كما هو مكتوب طوبة للذي غفر إثمه وسترت خطيته ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض الذي أحبنا وقد غسلنا من خطيانا الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة المسيح ناشد الآب وهو على الصليب يا أبتاه اغفر لهم اغفر فلقد كلف المسيح ثمنا باهظا بموته على الصليب ليغفر خطاياك ويطهرك من كل إثم وهذا هو أساس غفراننا ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة ثم ثانيا اغفر لأن الغفران شرط لاستجابة الصلاة انظر شرط الصلاة الربانية فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم قال النبي داود أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت آثام خطيتي من يكتم خطياء لا ينجح ومن يقر بها ويتركها يرحم اغفر حتى إلى سبعين مرة سبع مرات كما قال المسيح لبطرس أي بلا حدود وبمحبة وبنعمة ولا تعود الغلطات وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شفوقين متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال مكتوب أيضا إن راعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب اغفر حتى يسمع الرب ويستجيب طلباتك ثالثا اغفر لأن الغفران هو قناة البركة حتى يبتدئ الرب يبارك بيتك وأسرتك وغلتك ويسدد احتياجاتك وتمتلئ بالروح القدس وتكون بركة وتختبر التعويض الإلهي واسترداد المسلوب من حياتك وتكون مرفوع الرأس وليس مذلولا مكتوب ورد الرب سبيا أيوب لما صلى لأجل أصحابه وزاد الرب على كل مكان لأيوب ضعفا اغفر حتى تختبر التعويض الإلهي وأعود لكم عن السنين التي أكلها الجراد فتأكلون أكلا وتشبعون وتسبحون اسم الرب إلهكم الذي صنع معكم عجبا ولا يخزى شعبي إلى الأبد الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل أمراضك الذي يفدي من الحفرة حياتك الذي يكللك بالرحمة والرأفة الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك مكتوب أيضا اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها أخيرا اغفر حتى أنت تتحرر من السجن الذي أنت فيه لا تكن مقيدا بالغضب المختزن أو بركان ثائر في داخلك لألا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون مكتوب لما سكت بليت عظامي من زفير اليوم كله لأن يدك ثقلت علي نهارا وليلا تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيض أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت آثام خطيتي لقد دعاك الرب إلى الحرية تحرر من الأثقال والأعباء والهموم والقلق وحب الانتقام لا تجازوا أحدا عن شر بشر معتنين بأمور حسن قدام جميع الناس لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء بل أعطوا مكانا للغضب لأنه مكتوب للنقمة أنا أجازي يقول للرب لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير أخرج من الحبس نفسي لتحميد اسمك هلل رنم وقل انفلتت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين الفخ انكسر ونحن انفلتنا حللت قيودي صلي هذه الصلاة ارحمني يا الله حسب رحمتك حسب كثرة رأفتك امحو معاصية اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي طهرني طهرني بالزوفة فأطهر اغسلني فأبيض أكثر من الثلج قستر وجهك عن خطايايا وامحو كل آثامي قلبا نقيا اخلق فيي يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي لأنه مكتوب إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل حتى يخفر لنا خطيانا ويطهرنا من كل إثم إذا أردت شفاء الرب وخلاص الرب وبركة الرب اخفر إذا أردت أن تمتلئ من الفرح والسلام الداخلي اخفر والرب يباركك ترجمة نانسي قنقر